مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية نمز إلى كوريا الجنوبية كانت شبه الجزيرة الكورية على مواد مع صاروخين بوليستيين أطلقتهما بيونج يانج في أحدث سلسلة من عمليات الإطلاق أثرت المزيد من التوتر وألقت بظلالها الوخيمة على مستقبل المنطقة الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن جارته الشمالية أطلقت الصاروخين في البحر قبل تساحلها الشرقية وأن صاروخين أطلقا من مقاطعة هونجهاي الشمالية وقطعا مسافة بلغت حوالي ثلاثمائة وسبعين كيلو متر الجيش الكوري الجنوبي ندد بقوة بعملية الإطلاق ووصفها بأنها استفزاز خطير ينتهك قرارة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعا إلى وقف فوري وفي لهجة يغلب عليها طابع التحدي أضاف الجيش الكوري الجنوبي ناسيول ستوصل التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة كما هو مقرر لها وستخفض على وضع الاستعداد القوي والقدرة على الرد بشكل كبير على أي استفزازات أما قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ فأكدت أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا مباشرا على القوات والأراضي الأمريكية أو حتى على الحلفاء وفي اليابان قدمت الحكومة احتجاجا قويا إلى كوريا الشمالية وعصفت عملية الإطلاق بأنها غير مقبولة وتهدد سلامة وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي كما أنها تنتهك قرارة مجلس الأمن الدولي الإطلاق الصاروخي الجديد يأتي وسط تدريبات عسكرية بين واشنطن وسيول وتزامنا مع اقتراب رسو حاملة الطائرات الأمريكية نامدز والسفن المرافقة لها في قاعدة بحرية كورية جنوبية في مدينة بوسان الساحلية حيث قالت سيول إن الزيارة المقررة لحاملة الطائرات والتي تعد الأولى منذ زيارة حاملة الطائرات رونالد ريغان في سبتمبر الماضي تأتي في إطار الجهود الرمية إلى نشر المزيد من القطع العسكرية الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لردع الجارة الشمالية